بالضبط كده ده اهم درس في الكورس بتاعنا مش عارف اهنيكم ولا ودعكم على ان ده اخر درس في الكورس ده وده طبعا ما يمنعش تماما ان فيه كورس جاي افجر من الكورس ده ان شاء الله وهو عن الافليات ماركتنج واستراتيجية رهيبة جدا 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 للمبتدئين هتخليك ان شاء الله تجيب اول دولار وتخلي 2 دولار و 3 دولار وتبدأ تقبط بدون ادسنز تماما وبعيدا عن ادسنز تماما والكورس ده بنسبة كبيرة هيكون على القناة التانية اللي الرابط بتاعها ان شاء الله اسفل الفيديو ده انزل اشترك في القناة التانية وفعل زر الجرس فيها علشان يجيلك الحلقات اللي جاية اللي هتكون عليها ان شاء الله في الكورس اللي احنا هنشتغل عليه وده ما يمنعش برضو ان الحلقة الجاية ان شاء الله ممكن تكون حلقة الاسئلة الدرس ده هيكون الأخير في كورس أدسنز أربط راجئه بس في ناس هتكون وجهتها مشاكل كل اللي عليك أنك تسيب لي تعليق بالمشكلة بتاعتك في التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله هجاوبها قدام الكاميرا الفيديو اللي جاي بإذن الله تعالى ما تنساش لايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن وتحفزني أن أقدم لك كورسات جديدة ولازم تتابع معي الفيديو ده للنهاية لحاجتين لإني هقولك على سر خطير جدا 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 بيستخدمه الأجانب هيفرق معاك حتى لو ما كنتش هتشتغل بالكورس ده بس هيعرفك حاجة جديدة في المجال بتاعنا إن شاء الله وفي نفس الوقت الإعلانات الممولة عندك بالنسبة للمقالات أربط راج هتكون سهلة جدا 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 تابعوا معنا للنهاية هنطلع فاصل ونبدأ على طول الحلقة أول حاجة يا شباب هسيب لكم لينك المقالة بتاع الدرس النهاردة أسفل الفيديو المقالة دي أنا مبسط لك فيها الدنيا بطريقة محترمة جدا وفي نفس الوقت سايب لك فيها لينك مهم جدا هنحتاجه إن شاء الله أول حاجة هنتكلم عليها وهي البحث عن مقال ناجح عبر مكتبة الإعلانات وده من أهم الأسرار الخطيرة جدا في أدسنز أربط راج اللي معظم أو قلة العرب يعرفه وبيحتكره وما بيرضاش إن هو يفشي بالسر ده علشان محدش غيره يعرفه لإنه سر مهم جدا طيب إيه مميزات السر ده؟ مميزات السر ده إنك أنت هتشوف الصفحات المنافسة ليك تبدأ تشوف إيه المقالات اللي منشورة فيها دلوقتي تبدأ تعرف إيه الإعلانات الممولة للمقالات النجحة اللي شغالة فيها دلوقتي وهتبدأ ترائبها وبعد 24 ساعة إن شاء الله لو فضلت شغالة هتبدأ تاخد المقال ده لإنك كده تأكدت إن هو مقال ناجح ولو مش ناجح ما كانش صاحبه عمال يدفع فلوس فيه لحد دلوقتي وما بيجبلوش أرباح أي مجال إنت شغال فيه هتختار أي كلمة مفتحية فيه يعني لو أنا شغال مثلا في علم النفس هكتب مثلا في الفيسبوك دلوقتي كلمة فيسيولوجي لو أنا شغال في الصحة هكتب مثلا هيلث لو أنا شغال في الأكل هكتب إيد طيب يلا نجرب على إيد تعالوا كده أول حاجة تروح على صفحة الفيسبوك الخاصة بيك هتكتب إيد ودوس إنتر بعد كده هنيجي يا شباب في الآخر هنا كده عند كلمة لينكس نضغط عليها هنلاقي يا شباب هنا كده إن فيه مقالات كتير جدا ولينكات لمقالات كتير جدا طيب يلا كده ندخل يا شباب على أول مقالة مثلا نلاحظ يا شباب إن دي مقالة محترمة جدا ممكن نقسمها وفي نفس الوقت المقالة دي تشغالة بإعلانات أدسنز وفي نفس الوقت المقالة دي برضو ممكن تكون بتجيب أرباح محترمة جدا 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 ونقدر نشتغل عليها طيب هل الكلام اللي فات ده هو اللي هيحدد؟ لا اللي هيحدد هو اللي هنعمله دلوقتي بعد ما دخلنا على المقالة هندخل على صفحة الفيسبوك الخاصة بيها هتلاقيها فوق هنا كده أو هتلاقيها تحت خالص تمام؟ فيه اللينكات اللي هي full us أو تابعنا على بعد كده هندخل عليها يا شباب هنلاقي الصفحة هنا الصفحة فيها بتاع 17 مليون لايك ناخد اسم الصفحة ده كده ناخده كوبي ونروح على اللينك اللي موجود في التدوينة اللي تحت اللي هو مكتبة الاعلانات ده بعد ما تضغط عليها يدخلك على الصفحة دي نيجي كده نروح عاملين لصق الاسم الصفحة اللي احنا عايزين نشوف هل عليها اعلانات ممولة دلوقتي ولا لا نضغط عليها هيقول لي هنا كده ان ما فيش ولا اعلان ممول شغال عليها طيب هل ده صحيح؟ لا لان حضرتك هنا كده مختار اي جبت فقط طيب يلا كده نختار الكل أو قل يعني كل الدول هنلاقي مقالات كتير جدا 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 معمول لها اعلانات ممولة وبنسبة كبيرة الموقع ده بيشتغل ادسنز اربطراج اي مقالة من دول هنتابع الصفحة دي كده لمدة 24 ساعة هل الاعلانات شغالة فيها ولا لا لو الاعلانات شغالة فيها او فيه اعلانات اكتب فيها ما فيش اي مشكلة خالص انك تبدأ تاخد المقالة اللي شغال فيها الاعلان لمدة 24 ساعة وتنشرها عندك انت وده من اهم الاصرار في ادسنز اربطراج اللي يعرفوا اقلية العرب وبيحتكروا عن حضرتك دي اول حاجة تاني حاجة في المقالة هنتكلم عن الاعلان المناسب لمقالات ادسنز اربطراج طيب علشان تعمل اعلان مناسب لادسنز اربطراج هتختار انه اعلان هنعرفه بعد النقطة اللي جاية يعني هنرجع لي النقطة دي بعد النقطة التالتة تمام طيب عايزين دلوقت احنا بقى نشوف ايه هي الطريقة الصحيحة لاستهداف الاعلانات يعني عايزين نجيب استهداف محترم ليه الاعلانات طيب يعتبر بنفس الطريقة اللي فاتت بس هتكون مختلفة شوية ازاي انا هنا كده ايلك الاستهداف الصحيح للاشخاص التي تنكر طبعا انا هسيب لك المقالة دي لتقرأها انت برحتك هتستفيد منها بصراحة بشكل كويس جدا هي مش هتاخد منك دقيتين بس تقريبا خدت مني ساعة على مكتبها وعلى معرفة رتب الافكار كويس فيها يجب استهداف الصفحات المشهورة المشابهة لنفس المجال الخاص بيك يعني مثلا حضرتك دلوقتي عندك انت بتتكلم في مجال الهلث او بتتكلم في مجال علم النفس او بتتكلم في مجال الاكل يلا مثلا نجرب على مجال الفيسيولوجي مثلا مثلا شباب نشوف مثلا الفيسيولوجي هنلاقي هنا كده في صفحات كتير جدا ممكن مثلا نخش على اول صفحة وناخد الاسم بتاعها نسخ ونروح على اللي هي الانسايتس او الاودينس انسايتس طيب اللينك ده هتروح له ازاي هسيب لك لينك ان شاء الله اسفل التدوينة او هسيبه لك تحت اللينك ده كده مباشرة تحت لينك مكتبة الاعلانات هتضغط عليها يوديك على صفحة الاعلانات الخاصة بيك لو ما عندكش صفحة اعلانات هتروح عليها تيجي هنا كده هتروح مختار هتلاقيها تحت هنا كده بالشكل ده هتضغط عليها هيجيب لك الشكل اللي هو ده دلوقتي احنا طبعا بنشتغل محتوى اجنبي فهنشتغل في نفس النطاق الاجنبي طيب يلا كده ناخد الاسم ده كده اللي احنا لقناه اللي هو بتاع فيسيولوجي تو دي تمام طبعا انت بتبحث عن اي كلمة مفتاحية خاصة بي مجال بتاعك انا علشان مثلا علم نفس فهكتب فيسيولوجي ظهر لي صفحات ايه ظهر لي صفحات فيسيولوجي تو دي فهاخد الاسم ده كده كوبي واروح على اعمل بيست موجود ايوان موجود طيب الجمهور في عامل ازاي فيه من 800 الف ل900 الف في United States طيب مش هنبص على النقطة دي هنبص على ايه بقى هقول لكم تعالوا كده تحت في Advanced نختار اللغة English طبعا انا بتكلم فيه المحتوى الاجنبي انت حضرتك تكلم في المحتوى اللي انت عايزه عربي اجنبي نفس الاستهداف ونفس كل حاجة برضو بس لو انت لغة عربية هتختار اللغة العربية لو لغة تانية هتختار اللغة التانية طيب انا دلوقتي اخترتك اللغة ويلا نروح عند تمام الاكتيفتي ده بقى هو اللي مهم جدا احنا دلوقتي عايزين الناس بتعمل ايه بتنقر على الاعلان او بتنقر على الرابط طيب يبقى هنعلي انه نسبة هنعلي النسبة الاخيرة اللي هي النسبة دي اللي هي مكتوبة عليها 34 في من 800 الف ل 900 الف شخص في الصفحة دي الصفحة دي ليه يعني الناس اللي مهتمين بالصفحة دي او اللي عاملين لايك لها مهتمين بالمجال بتاعهم والمجال بتاعنا مشابه للمجال بتاعهم فبالتالي هم مهتمين بالمجال بتاعنا لحد كده تمام عايزين نعلي بقى النسبة دي هنعمل ايه مصطفى هنلعب في الاججو هنلعب في يعني ايه يعني تعالوا مثلا كده نعلي النسبة من 20 مثلا لحد 45 زادت ولا قلت قلت طيب يلا كده نختار اللي هي المين هنشوف المين او الرجال هتتعلي ولا هتنقص نقصت طيب يلا نشوف الومان الومان علتها بقت 36 طيب يلا نعلي العمر شوية بقت 37 نعلي العمر شوية دي الناس اللي بتنقر على الاعلان زي ما هي نعلي العمر لحد 65 زي ما هي ما فيش مشكلة طيب نعلي دي شوية بقت 38 لحد كده احنا زي الفل ومعانا 38 في المعدل ده ده كده حاجة محترمة جدا هنيجي هنا كده شباب نروح عاملين حاجة اسمها save as وبعد كده مثلا هنسميها physiology today باسم الصفحة تمام او استهداف الفيسيولوجي today فهنيجي هنا كده نروح عاملين physiology today ونروح ايلين له save كده احنا حفظنا في الاستهداف بتاعنا ده بشكل محترم جدا وهقولكم هنرجع له تاني ازاي طيب يلا بقى كده نرجع للنقطة التانية ونشوفها نعمل الاعلان ازاي كده احنا حفظنا اللي هو الاستهداف ويعرفنا ازاي بنجيبه كل اللي علينا ان احنا بنبحث باسم الصفحة طيب الصفحة دي لو ما لانهاش ممكن نيجي للصفحة دي مثلا لو ما لانهاش في ال audience on site نعمل لها like هيظهر لنا تحت صفحات شابهة وندخل عليها وناخد اسمها ونحطها في ال audience on site برضو علشان تكون صفحات مشابهة واحتياطية معانا نقدر نستخدمها بعد كده في الاستهداف او في التارجتينج بتاعنا نروح بقى كده شباب على اللي هو ad manager بالشكل اللي هو ده كده طبعا احنا هنا كده علينا النسبة وظبطنا الاستهداف بتاعنا وعملنا له save يلا كده نروح عند كريت ad كده بقى من هنا كده هنرجع للنقطة اللي فاتت اللي انا قلتلكو هنرجع لها اللي هي الاعلان المناسب لمقالات AdSense الاربطراج الوصول مش هيجيب لك نقرات او الفيسبوك هيودي الاعلان بتاعك ده للناس مش مهتمة اساسا بالنقر فاحنا عايزين الناس مهتمة بالنقر وبتتفاعل وبتعمل لايقات وكومنتات وحاجات جميلة زي ما شفنا من شوية طيب نيجي عند الانجيج منت اللي هو ده كده نسمي الاعلان بتاعنا اي حاجة زي ما انت عايز ممكن مثلا physiology ما فيش مشكلة ونيجي هنا كده نقوله set up ad account المكان ايه مش مهم عادي نقوله continue هنا كده يا شباب برضو مش مهم نسميها برضو اللي هو الانسيت نسميه برضو في السيولشتو دي هنا كده بقى يا شباب في اللوكيشن او في اللي هو ال audience اللي احنا عملناها من شوية طبعا كانت في united states فهنلاقيها محفوظة هنا كده بالاسم اللي احنا عملناه شوية وبيقولك الحجم ستمائة وتمانين الف شخص بالاستهداف المحترم اللي احنا عملناه ودي افضل طريقة انا كنت بجيب بيها ارباح والله يعني بدون مخبي عنكو اي حاجة خالص ده كل اللي بيحصل والله هنضغط على في السيولشتو دي نيجي هنا كده عند هنيجي نخليها هنا كده شباب نيجي هنا كده نشيل الدسكتوب هنا كده نشيل الانستجرام ونشيل 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 وهنخليه بالشكل اللي هو ده فقط هنا كده نخليها لان الناس اللي هما في الواي فاي دول دول الناس اللي جاهزين دلوقتي ان هما يفتحوا اللينك لان دول ناس بيكونوا قاعدين لكن لو واحد فتح بيانات وماشي ده مش جاهز ان هو يقرأ مقالة دلوقتي هنا كده هنسيبها بوست انجيجمنت هنا كده هنحدد له الميزانية اللي احنا عايزينها يفضل مثلا الميزانية تكون 10 دولار يوميا وينسيبها لبقى لانك انت عندك القدرة في التحكم في اقاف الاعلان في اي وقت فما فيش مشكلة يعني وهتقول له هنا كده برضو الاسم تسميه اي حاجة ما فيش مشكلة وهنا كده تختار اسم الصفحة اللي انت عايز تعمل فيها اعلان تمام وهنا كده تعمل وبعد كده تقول له كده احنا خلصنا طريقة عمل الاعلان الممول بشكل احترافي بشكل بسيط جدا بشكل ما فيوش اي مشاكل خالص طيب كده ايه اللي نقص اللي نقص ان حضرتك لو عندك اي مشكلة تطرحها لفيه الكومنتات او التعليقات تحت وان شاء الله يكون فيه فيديو كامل مجمع لكل المشاكل اللي عندكم وان شاء الله هنبدأ نحلها بدون اي مشاكل تماما وفي ختام الكورس ده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ويا ريت كلنا كده نصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ودي كده كانت حلقة النهاردة يا شباب لو عجبكم الشرح ما تنسوش لايك للفيديو اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد رابط القناة التانية اللي ان شاء الله هينزل عليها كورس الافليات اللي فيه كل الاسرار اللي بيستخدمها الاجانب هيكون ان شاء الله على القناة التانية اللينك بتاعها اسفل الفيديو اشتركوا فيها وما تنساش تسيب لي الاسئلة بتاعتك بالمشاكل اللي وجهتك او لو عندك مشكلة تانية وان شاء الله هجاوبها قدام الكاميرا الفيديو اللي جاي استنونا في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة